موسيقى اليوم غد نهضروا على افضل موهبة مغربية ساعدة في بلجيكا الياس بنان لاعب نادي جينك البرجيكي اللاعب لنوض الحرب بين الاتحاد البرجيكي والجامعة الملكية المغربية والاعلام البرجيكي كي اعتبروه افضل موهبة مغربية ساعدة في بلجيكا الياس بنان في ضرف اسبوع واحد حتم جوج ارقام قياسية في تاريخ بلجيكا والمغرب كاصغر لاعب في تاريخ بلجيكا يتم استدعائه للمنتخب البرجيكي لأقل من 15 سنة وكذلك اصغر لاعب في تاريخ المغرب يتم استدعائه للمنتخب المغربي لأقل من 15 سنة في هذا الفيديو غد نعرفو شكون هو ايدياس بنان بالاضافة غد نشوفو حقيقة انتقاله الى نادي ريال مادريد الاسباني ولكن قبل ما خليكم مع الفيديو جبت لكم انستغرام ديالنا اللي كنحطو فيه مواعد مقابلات المحترفين المغاربة والنتائج دي المقابلات ديالهم بالاضافة كنحطو حتى تنقيل ديالهم والاهداف لسجلوها الناس لما هتم بتتبع مستويات اللاعبين المغاربة غد نخلي لكم مليان ديال انستغرام ديالنا في اول تعليق ديال هذا الفيديو اول حاجة اللي غادي نبدأو بها غادي نعرفو شكون هو الياس بنان الياس بنان اللي عمر دياله 12 سنة من اب مغربي و ام برجيكية مسلم لاعب كيلعب في مركز صانع الالعاب ويمكن له يلعب حتى جانا لاعب حاليا كيلعب مع فريق جينك البرجيكي لأقل من 17 سنة كاصغال لاعب في تاريخ النادي كيلعب في هذه الفيديو الياس بنان مثل منتخب برجيكا في عدة مقابلات ولكن عندما تم استدعاءه من طرف بلد اصولها المغرب رفض دعوة منتخب برجيكا وفضل تمثيل بلد الام وفاول جوج مقابلات لهم على المنتخب المغربي ضد منتخب زامبيا سجل هدفين ويعطى عصيس وهذا دليل على انه موهبة لها شأن كبير وهذا هو السبب لخلى الاتحاد البرجيكي والاعلام البرجيكي يتضغطوا على اللاعب باش يختار برجيكا بدل من المغرب مؤخر الاعلام البرجيكي اكد بان الياس بنان مراقب من عدة اندية اوروبية وعلى رأسهم نادي ريال مادريد الاسباني وبالاضافة اكدوا بان ادارة ريال مادريد الاسباني سيفطات عدة مستكشفين لمراقبة اللاعب واللاعب نال اعجابهم بسرعة كبيرة وادارة نادي ريال مادريد الاسباني كتنة الياس بنان يكمل 16 سنة وغادي تعاقد معاه كنتمناولو التوفيق والنجاح باذن الله وانا طائق بانه غادي يكون موهبة كبيرة في المستقبل بغيت نقول لكم وصلنا الى نهاية الفيديو دومتم في خير الله ونطلقوا ان شاء الله فيديو جديد